كشف فيروس كورونا عيوب البشرية ونقائصها باختلاف أديانها فجعل من دين محمد وجهة لمن يريد الاعتبار والخلاص من كل سوء قد يمص بالصحة النفسية والبدنية للإنسان انتصار بوركبه تداول نشطاء وباحثون بأغلب مواقع التواصل الاجتماعية العالمية والأجنبية اكتشاف أول اقتراح للحجر الصحي والوقاية من الأمراض والأوبئة الذي كان خاتم الأنبياء وشفيع العالمين أول من حثنا وأوصانا الالتزام به في حالات انتشار الأمراض والوقاية منها أين تناولت عديد الصحف والمواقع الإلكترونية وحتى القنوات التلفزيونية أن خبراء المناع والمراسلون الطبيون ينصحون بالعودة لتعاليم دين الإسلام التي حثت بالنظافة الشخصية وغسل اليدين قبل وبعد كل وجبة لتطويق كل فيروس أو مرض معدي حيث ذكرت قناة سينان الأمريكية أن محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام قبل 13 قرن قد وازن بين الدين والصحة فعلم ونصح المسلمين بحلول كانت أنذاك تقليدية لكنها أضحت اليوم اكتشافات علمية فمحمد قال في معنى حديثه الشريف إذا سمعتم بانتشار وباء بأرض فلا تدخلوها وإن كنتم بها فلا تغادروها فما أعظم الإسلام وما أعظم رسوله بسننه فالنظافة حقا من الإيمان فاللهما قنا وكفنا شر المصائب فما أعظم الإسلام وما أعظم رسوله بسننه ترجمة نانسي قنقر